في ابن خيار فما حكاية الناس اللي قاعد باني على املاك الدولة فوزي بن براهيم اكثر ديتي حول هذا الموضوع مرحبا بيك سيدي مرحبا بيك امين مرحبا مستمعي راديوماد فعلا احنا طوي في مكتب سي حمادي بعشير رئيس بلديد ابن خيار وبجانبه سيد المعظمد ابن خيار والمسؤول الاول على الحظير على الحظير اعطينا الاشكال عام فوزي المشكلة 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 تم شخص مواطن باني في الواد باني في الواد زارع في الواد تصور انت الواد انت ابن خيار الواد الكبير زارع فيه الزيتون وعمل فيه الجوتا جوت وحافر فيه بير وعمل فيه بئدار عنها السيد قول عليه ملكه لكن اخر مرة وقعت وقع قرار ازالة ودوره في التنفيذ لكن مزال برشا برشا تنفيذ معنا سي حمادي بعشير عاتينا سي حمادي الشخص دي عاتينا سي حمادي تونسلموا عليه سي حمادي سبيح نور اول مرة يتعدى معنا في راديوماد ولكن فما برشا اشكاليات هاني جايين ان شاء الله لابن خيار مرحبا بك سيدي حبا خير سيدي وستمعيكم الكرام مرحبا بكم ربي فضل احنا الموضوع نسمع المواضيع الكل ان شاء الله ونحاول داود نقايص ان شاء الله بقينا الواد الكبير هذايا عليه تعدي سارخ هو تعدي من طرف خاصة هو برشا اشخاص لكن هذايا الشخص هذايا معناها يتقول معناها عمل شي كبير ياسر لانه حاز جزء كبير من الواد وزرعه زيتون وعمل جوتا جوت ولما جاء الواد المرة هذية ازالك الجزء من اللي هو عامله فما رعني إلا مشاع والواد عمل اختر لنذياق الواد والمثل اختر على البلاد وفاض امام الفيضانات هذه الاخيرة ورجع على البلاد بالمضرة لما الواد اكتسح البقعة ذية ورجع الارض متاعه الواد ما رعني إلا المدة هذه عاود جاب لي تراكسه باقي يعمل في كثبان ويعمل في سدود ويضيق في الواد شو أخي على كيف هو وذية معناها على كيف هو باندي معناها ما مسكتناش مشينا ادخلنا قامس ونحينا الكثبان باش اطرحنا البقعة اللي ضيق فيها الواد لكن مازال التنفيذ مازال مش يتواصل لأن زيتون مازال فيه الموجود والبناية اللي ما وزالت قايمة وهذا كل جزء ميزال لأن مش معقول الواد الكبير لابد من المساعدة يا حمادي بوعشير خليني أنا أنا صريح بكل صراحة طبعا متبعوا الدوسي هذية وعندي علي فكرة اللي سمعت وأنه حتى في عملية التنفيذ صار تلكق معناها صار وأنه صار في عملية التنفيذ بعثنا بشي نحيه من هنا يا أخي ما تنحاش من هنا صار تلكق في الموضوع هذية ماذا بينا نفسرها لأنه بكل صراحة الكلم هذية قاعد يتحكيه في ابن خيار ووصلني لكلام هذية المشكل مش هذية هذية صار ولا ما صار لا مش تلكه مش تلكه شنسميه وعطينا أنت تسمية لعدم الاستجابة لقرار المجلس البلدي مش تلكه وعطيني تسمية أنت بالنسبة للمعدات النسبة للمعدات نعم فهما أولويات وإحنا لما جات الأولوية مشينا نجريه لكن المشكلة في هذا أنك أنت لما تمشي مش تنفذ حاجة من نوع هذا لابد تكون مساند بالأمن مم لهنا بصراحة وكل لطفة نقولها ما لقيناش الأمني ساند فينا كانت البلدية وحدها بمعداتها فنيها تنفذ في قرار من نوع هذية معزولة من كل أمني داير بها خلينا نكونوا واضحين والسلطات الأمنية اللي قدمونا متاحية ويسمعوا في نتاول السلطات الأمنية لم تؤمن عملية المدامة في بنيخيا خلينا نكونوا واضحين وأنه صارت اتصالات معهم ولكن صارت لك أنا بش نعود ونقول تلك ونتم ما سميوها كما تحبوا أما هي هكا والله أشوف عايش خوية من نتهموش هكا بالطريقة هذية باهمي سيالش أنا أعطيني سميها لي يا سيد رئيس البلدي تعرف عليش ولا نقولو هكا لأنه لازمنا نسميو كل حاجة في بلسطها مشيت وطلبتو الأمن ولكن فما صارت فما رخوا معناها وقال لما مشيها وش معاكم وانتوما اتقلقتوا من هذي أنا اتكلمتك بالواضح قلت لك رأي ما مشينا النفذو كنا وحدنا ما ناش محميين حتى شيء عليش اسئلتو ولا لا عليش ما مشيش معاكم عليش الأمن ما أخلطش علينا قلو ما أخلطش هاي سيدي وسي فوزي حقدر كل شيء قدام سي فوزي ما هو احنا ما نقولوش كلامنا هكاك لأنه وانا ما نتكلم كان كي نبدأ عندي المعلومة واضحة المهم هذا لازم نقدمونا بتحية شرطة البلدية اللي نعرف فيها مبرشة ناس وطنيين ويخدموا على رواحهم فلذا لازم هم يدخلوا على الموضوع ده وسيد رئيس البلدية سيحمادي بعشير الجمعة جاي بش نتبعوا نفس الموضوع وبيش نتصلوا به لسلطات المعنية ولازم يوضحونا هذي لأنه من غير المعقول هذي نختمو معاك يا سيدي تفضل امين وي امين اه بكل واحد مرة اللي صار التنفيذ انا متواجد متواجد في المكتب سيحمادي بعشير وانا دي جيت لهنا حبيته نشوف امين وانت في بالك بالموضوع وانت كنا مع بعضنا انا وياك متعاونين عني هالموضوع هذي كلموا كنت المواطنين وكلمني انا واستشرنا بعضنا وجيت انا على عين المكان يجيل هنا وقال لي انا كنت غادي قطول الله ما كنتش غادي روهم شاو احدهم وفعلا وقعدنا نستنى وقعدنا نستنى وفيه باش يعمل له محذر يعاية للسيد باش يلتزم لكن الى حد هذه الساعة ما فهم حتى شي ما قام حتى اجراءاته بصراحة احنا احنا ما نفض الامن ما نفض الواحد لكن وقتلي انسان نقومش بواجبه امين وقلو ركما قمش بواجبه بارك الله فيك بارك الله فيك انتي عم فوزي شكرا لي كما باش نختم الموضوع في دقيقة لانو عنا موضوع واحد اخر الموضوع هذي باش نتابعوه مع بعضنا الاسبوع القادم نترحوه مع السلطات الامنية الشرطة البلدية حول هذا الموضوع خلي اذا فهم قرارات ما تتنفذش خلينا نشوفه يا سيدي شكون اللي عاطلتي يانو سلطة مثلا الاجئوية نحكيوا معاي يقول لك لا السلطة المحلية والسلطة المحلية يقول لك السلطة الامنية ولي لازمنا نخدم مع بعضنا باش نجمو نقدمو ببلادنا بارك الله فيك سي فوزي شكرا للحضور اللي موجود بحديك سي حمدي بعشير رئيس بلدية ابن خيار شكرا جزيلا على تدخلكم عنا نرجع الموضوعنا ونرجع المشاكل البلدية اخرى متروحة في اكثر البلديات